اشتركوا في القناة وطالما ان احنا هنتكلم عن الموضة فمش هنلاقي افضل من مصممة الازياء العالمية فاريدة تمرزة واللي منوراني النهاردة في استوديو ترانس زيك يا فاريدة زيك يا ريهام اليوم اللي انت دايما بتيني معي في الحلقة بجد بكون مبسوطة وانا كمان يعني اي لوف بلايس كنت لست بقولك يعني حببتي يا فاريد انا مبسوطة قوي بيكي من الشغل اللي انت ليتلي عاملاه حاجة تشرفنا بجد كلنا كمصريين وقد ايه ان بيبقى في اسماء مصرية طلعت للعالمية وقد ايه يعني وبقالك فترة مش حاجة من قريب وحاجة الواحد بجد بيفخر بيها بسي والله ده شرف ليا انا هسيبك النهاردة انت لتحكيني على كل حاجة يعني انا هفتدي معاكي اول حاجة بالموضة بعد كي هندخل بقى المهرجانات عايزة اعرف ايه هو الموضة وبتاعت الشيطة ده بسي انا كنت دايما بقول انا مش مشي بكونسبت عمتا يعني في الفاشن دايما بقول الموضة اللي حلو عليكي يعني مفيش مقدرش اقول اه فيه طبعا جنرال نولج بكل سيزن الالوان اللي هتبقى يعني دردة اه بالضبط باينة ومستعمقة هتستخدم في الاوتم وينتر كوليكشن اللي هو مثلا الشيطة الشيطة دايما معروف بالدفق بالنبيتي الاخضر الزمرودي الازرق الرويل بلو اللي احنا بنسميه الازرق السعديني الازرق الرويل بلو رويل مش عفا اسمه بالعرب وفيه طبعا القمشل زي الفلو والاسود القطيفة الاسود انا بالنسبالي هو ملك السنة انا كمان انا بحب السودة يعني هو مش مرتبط بسيزن البلاك انو وايت هم لونين اللي ملهمش علاقه بالسيزن انا لابسهملك هون نهاردة عرب بعض شفتي اهيه الامر انا بحب السودة انا بحبتش عرب ملوش علاقة بالسيزن بيمشي في الشتة والخريف الكولاكش بتات الشتة والخريف بيمشي في الصيف لانه فيه طرق كتير موك التلبيسي بيها الاسود تخليه شتوي وتخليه سيفي بزرق هي اكتر برضو الدزاين عامل ازاي لان انا اختصاصي في الاود كوتور مش الموضة العامة مع اني بحبها انا اختصاصي الموضة اللي هو ما بيسميها النيش فاشن اللي هي الفستين التفصيلية اللي هي بأعلى جودة الازياء الرقية بيسموها بالعربي فدي دايما اللي هي بقى بتاع ترك كاربتس وحاجات كده يعني طب فريدا انت عملت حاجة في الفاشن ويك الفاشن ويك بصي احنا الفاترة اللي فاتت من بعد الكورونا طبعا كان مهم جدا ان احنا نبقى عاملين كرايسس بانجمنت اللي هي طبقا للظروف اللي حصلت في العالم طبعا ازاي نقدر نتماشي فركزت ان انا اعمل ماركتنج اسمه نوع من الماركتنج اسمه الجوريلا ماركتنج اللي هو التسويق على شكل الجوريلا فعملت حاجات غير تقليدية انا عملت 16 شاركت في 16 الاسبوع موضة حول العالم واو فكررت من بعد الكورونا ان انا هيخد طرق غير تقليدية اولهم ان احنا عملنا فاشن شو ديجيتل اونلاين وكنا اول براند عربية بعد الكورونا بثلاث شهور تعمل الفاشن شو ده بعدها عملنا اول فيلم وثائقي وده اللي نزل في شهر 5 اللي فات اكتشولي في شهر 6 هو منزلش لسه انا عملتله بس بريميار افتتاح كانوا فيه جاست لست اللي هما تمرازة كلاينس وتمرازة ستارز بقالهم عشر سنين بنحكي على المشاكل الإمكانيات التحققات اللي قدرنا نوصل لها المايل ستونز الكبيرة اللي قدرنا نوصل لها في الفيلم ده ورينا ازاي الموضة تطورت في مصر وازاي الموضة ازاي الموضة المصرية تطورت في العالم فده كان اول فيلم وثائقي في الوطن العربي ده تعمل في شهر ستة اللي فات كان فيلم قصير وانا دلوقتي بنجوشيات مع كذا قناة وكذا برودوكشن هاوس انها تاخدو لانه هو فيلم واحد من نوعه وكل اللي جنب سباشيلي ستات لانه بيحكي قصة ازاي الستات تمكين المرأة مهم لانها هي عنصر مهم في اي سوسايتي في اي ثقافة في العالم لانها هي اللي بتاخد بالها على البيت هي اللي بتاخد بالها على العيلة الاسرة الشغل فعليها عبء كبير لكن هي مش 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 كائن كبير وعضلات فدي حاجة مش حرك لازم احتفل بيها طبعا فعملت الفيلم اسمه 10 years of evolution عشر سنين من تطوير وبيقدم كونسبت اسمه evolution of the eye تطور انا اللي هو بيحكي قصة الست اللي عايزة تكافح اللي عايزة تنجح اللي عايزة تعيش حياتها اللي عايزة تبقى ليها بيت وزوج يعني لانه دايما عندنا في اي سوسايتي بيربط ده بده لو عملت ده بقى مش هتعرفي تعملي ده طبعا هو صعب بس هو ممكن طبعا يعني حاجة مش مش مستحيلة فحبيت ان انا احكي القصة دي وفي نمازج كتيرة جدا بيكونوا ناس بتشتغل ونكحة جدا في شغلها وبرضو نكحة في بيتها واخد بالها من ولادها ويعزبوت ماهنا عشان كده وريت النمازج دي في الفيلم فريدة احكيني عن مهرجان الدراما انتي كنتي ملبسها نجلة بدر نيلي كريم ومين كمان وريهام عبدالغفور بيكو حبيت المهرجان الدراما انا كان تقريبا نجلة بدر من اللجنة التأسيسية للمهرجان فحكيتلي عن المهرجان من بدري وقالتلي انه مهم جدا للدراما وكده فحبيت ان انا حانست لي لانه اول كان اول راد كاربت للمهرجان فكت عايزة اروح لحاجة سيمبل حاجة هادية وفي نفس الوقت مختلفة يعني حتى بالنسبة الفستين نيلي كريم مثلا عشان الصورة بينا قدامنا انه فستين نيلي كريم الجامسو بتاع نيلي كريم كتوخدام اني من سنتين وده اكتولي تالت مرة تلبسه انا دايما يعني بنبسط جدا بالطريقة نيلي بتلبس كذا مرة بتلبس الحاجة كل مرة بطريقة مختلفة تماما يعني لبسته قبل كده في راد كاربت بره برده بس عمرك ما هتعرفي ان ده هو ده ان ده هو ده يعني انا لما انا كنتش عارف انها تلبسه لما شفت الصورة ولقيتها عملة تاج انا بصيت قبطير ده اني واحدة ده اني تمراضة ده بسيتي اساسي لانه هي لبسة بطريقة مختلفة تماما عن اننا متوقعة كرياتيب هي هي باري كرياتيب نجلة بدر كنت عايزة قال ده من كوليكشن ايولوشن اف دا اي تو ده اللي انا كنا لسه منتكلم عنه لأ دي اف دا اي تو انا عملة بقى وان وطو سيكل اكيل اراكدك وليست هينزل تريد وفور كمان سنتين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يدخل لطولة لعمر في في اف داي يام اف دوا زي ما بحكي لك هو برضه قصة مرآ عايزة تبقى مهتمية بنفسها وفي نفس الوقت تبقى بتشتغل وبتنجا فهو الفستان بسيط وقايم على الفت والكت والشفاء بتاعه طبيعي 100% فناعم جدا ومريح وهو في حقيقي تقص التطور أنا طب قبل ما ندخل على ريكو بقى الفستان إلا ما أنت بتلبسي سدابريتي في أي مهرجان أو أي حاجة أنت اللي بتحضيله زي عمل صالي الشعر وكده عشان يليق مع الفستان بالنسبة لنجلة بدر آه لأنه أنا نيلي أنا كنت شعره نجلة بحب يعني أنا قاعدنا مع بعض زبطنا طلعنا ريفرنس للشعر قاعدنا نشوف جوليري يعني أنا حتى قلت لها عايزة الشعر حاجة مختلفة لأن الفستان سيمبل أنا لسه حاولك أنت قلت هي شكله سيمبل فلازم اللوك يكمل بعضه قليت البت وايلد وشكله فزيع جدا مع الفستان إنها عملتي كنترست مش موجود مضبوط هو ده اللي أنا كنت فعلا عايزة حققه وبالنسبة بقى ريكو طبعا ريام عبدالغفور غير إنها صديقة ويعني بنقول ستار أفتمرازة وبقى لنا سنين كتير أنا كل مرة بحب أظهر شريكو ريام بطريقة مختلفة لأنها بيليق عليها الإختلاف يعني مرة نعملها جاون ورويل يليق نعملها باري أجي يليق كلاسيك يليق 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 فاللوك ده مختلف عن أي لوك عملناه بس اللي يجمعهم الثلاثة يعني عايزةك يبصي عليهم كده اللي هي إيه التمكين المرأة صح شايفة الثقة هم كمان وقفين بثقة مش طبعا الخسام خليها الصورة بتنطق بيه ما هي دي المشن بتاع التمرازة هي دي هدف تمرازة يعني أنا عايزة أقولك لو عايزة بقى تاخدي يعني برضو مثال رهيب لده لو يعني قدرنا طبعا موضوع لو حدخلتوها أي يوم مدخلة هي برضو ستار أفتمرازة أميرة سليم السوبرانو هي عايشة في فرنسا وكانت عاملة في موكب الموميوات غلت في موكب الموميوات اللي هي الأغنية الفراعونية فكانت كل مرة بتقولي يا فريدة وهو ده اللي بيحمسني هو ده اللي بيخليني أكمل هو ده اللي بيخليني طول الوقت عايزة أفكر بطرق غير تقليدية يا ريام فلما واحد تتكلمني تقولي أنا حسيت أن أنا عايزة يعني أمسك المسرح كده إحساسها بالفستان لأنه الست بتعديل بدغوطات كتيرة قوي في اليوم الطبيعي صح فلما لم حاجة بسيطة زي دي تمكنها في شغله أنها تقدر تقف ما هو في الراد كاربت ده جزء من شغلهم جزء من نجاحهم أنهما يقفوا بالثقة دي ده نجاحهم هما نجحوا جايين النهاردة بيعرضوا في المهرجان اللي هو مهرجان الدراما شغلهم فأميرة سليم تقولك بقى تقولك بصوتها كده هي لأنها لما بتقولي الكلام أنا مش عارفة أقوله لما بتقولي الكلام أنا بأشعر بقولها هو ده اللي بيخليني أكمل طيب فريدة أنت لبسني ناس كثيرة قوي على راد كاربت في الجراميز والأميز ومكسيكين راد كاربت أورد صح؟ وعايزين بقى أنا أعرف إحساسك إيه وانتي بتطلعي الناس على راد كاربت عالميا كل الناس قاعدة وبتتفرج حالا على فستانك بوسني أنا أول مرة لبسنا هوليوود ستار كانت بالنسبالي أمشو صدها نفسي قلبي بيدوقه جامد قوي لأنه كان حلم لأنه أنا فاكرة حتى نزلت في انترفيو كبير جدا في الأهرام حلمي أني أوصل للأوسكارس بعدها كنت فاكرة أنه أوصل للأوسكارس حتى في الانترفيو ولتالها كمان خمس سنين بعدها بستة شهور سبحان الله يعني اجتهدنا وقدرنا وبعدت فساتين بس كانت بتتقارن مع برانز عالمية فأنا ما كنتش متخيلة أنه الكرياتيفتي هتتعدى الاسم يعني هما بالنسبالهم اختاروا فستان كرياتيف ما عرفوش اسمه اللي هو كانت مرازة جنب أسامي كانت جبيرة جدا فأنا ما كنتش متأكدة أنهما هيخدوه فلما شفت فستاني أول مرة شفت فستاني على الأوسكارس من غير معرف كنت قدام التلفزيون لقيت من بعيد واحدة نزلة من عربية وشايفة اللولي أعملته من سنتين في الأوسكارس روحت قايمة قربت للتلفزيون روحت عاعد عامل كيف مش مصدقة عاعدت أطنطط ومش مصدقة نفسي للأسف بقيت دلوقتي تشالنج أنا لبست دي في الأوسكارس كانت من 2015 تقريبا فترة وكل سنة كنت حريصة أن أنا لبس في الأوسكارس بعدها كيت هوفر بعدها أول مرة تاني بانوزين تاني مرة كيت هوفر تالت مرة شارنا بارجوس مورجن ستور يعني كل سنة كنا حرسين لحد الآخر مرة كنا ملبسين في الأوسكارس أوكي والأميز والجراميز الاستمرارية صعبة طبعا جدا جدا كمبيتشت كمان كمبيتشت كمان كمبيتشت بصعبة بالنجاح يعني في الأول بقيت أعمل وأشوف بقيت عايزة هدفي يا رب أنفزها واجري وأسعى ويوم ما تحصل بقى أشغوله بحاجة تانية فما بقيتش حس للأسف بس طبعا دلوقتي الاستمرارية يعني أنا حريصة جدا أنا وتيم تمرازة أنه دلوقتي إحنا وصلنا لحوالي تقريبا 400 انترناشنال هوليوود ستار وبوليوود وماكسيكن منهم كاميلا كابالو تايرا بانكس أسامي حقيقة عالمية وأسامي كميرة جدا بيتعاملوا مع برانس عالمية وكمان الفنانين المصريين لأنهم دلوقتي عندهم بيتعرضوا لبرانس عالمية كتير أنهم يفضلوا ليسا حريصين أنه ألبس ألبس من تمرازة أو يبقى بيختاروا ما بين تمرازة مثلا وهم قادرين يوصلوا لبرانس عالمية من بره دي برضو في حد ذاتها قوة لأنه هو الهدف مش أن أنا فصل فرسل الهدف أنه يبقى فيه براند مش قايمة علي قايمة على البراند إحنا كلنا في تمرازة عندنا نفس الكالتشر بتاعتي لأن إحنا اسمنا تمرازة ترايب عدت معي هتلاقي نفس الكلام ده عدت مع زميلي هتلاقي نفس الكلام ده مع زميله نفس الكلام ده من من مديرين للدبارتمنت لل لل للسپاشاليس للكو أوردنيتر أنا تمرازة ابتديت لوحتي فدخلت كل الدبارتمنت فبقيت بعض أعرف كل واحد بيعمل إيه بالزبط فده تقريبا كان سر الاستمرارية إن أنا في الأول عدت من تفاكرة يا ريام عدت ست سنين بيسموني وان ومومن شو صح عشان كنت بتعملي كل حاجة أقبل الكلام وأكلم الكلام وأحسب الكلام وأفصل الكلام وأرسم الكلام من أول أي حد يدخل عندك لحد ما بيروح أنت كنت بتعملي كل حاجة وقتها يعني بس الحمد لله دلوقتي فيه التبرازة طيب كلميني شوية عن الفوتو ساشن بتاع ما يعز الدين نحكيلي اه إيه اللي حصل قوليني إيه اللي حصل كمان يعني بهايند السينز كده مبدئين أنا مي قعدت معاها من زمان وحتى عملنا تيتر كان مسلسل في رمضان تقريبا من خمس سنين أنا كنت سوربرايز أنا اتفاجأت إن الشخصية اللي أنا بشوفها في التلفزيون هي الشخصية اللي أنا قعدة معاها ليه بقى؟ لأنها إنجليش بيرفكت عربي كلامها مرتب غير الشخصية اللي بتشوفيها اللي وصلة للجمهور كله اللي على التلفزيون موعدها شارب بروفاشنل جدا مرتبة جدا محترفة جدا أنا يمكن أول مرة أقول ده عن أي حد بس هي حقيقي لأنه دايماً ببقى هتعملت مع فنانين كتير دايماً بيبقى الكاركتر اللي بتعودي معي قريبة الصوت اللهجة البصات لا دي أندل على شيء إنه دل إنه هي بجد بتقلب الكاركتر وبتذكرها كويس جدا وبتبقى شبهها لدلت إن أنا قنعتني إنها سلمة وأقنعتني في عمر وسلمة وأقنعتني إنها معلم بي الدور اللي هو اللي قطعت لا لكن أنا اللي أنا شفتها واحدة تانية خالص قلت لها بعد إذنك يا مي أنا عايزة عمل معاك فوتوشور عايزة وري مي الستوري أف ساكسس مي بزقها بشعر مي بوش مي بمي شخصية مي وشكل مي اللي محدش يعرفه يعرفه على الحقيقة صح بلبسها بطريقتها يعني حتى الإنستجرام بتاعها مش موري مي صح فقلت لها عملك فوتوشوت هاي أنت لكتجوري ألوان وبرضه هي بتحكي قصة مرأة ثامنان ست حلوة وست نجحة وقوية وقوية وحاجات كتير فالحمد الله أنا مبسوطة جدا أنها قبلت أنها تعمل الفوتو ساشن ده وإن شاء الله الجايات كتير إن شاء الله لأنها بقولك حتى احترافيتها في الدقة والتفاصيل حاجة مشرفة أنا هسألك كمان عن البرائدل عايزة أعرف إيه الجديد لسه اللي ديق ولا المنفوش بالزيادة زي ما احنا بنشوف أنا عايزة أسرق منك كم تيب علشان الناس اللي بتسأل كتير عن الموضوع ده عايزة أاخد منك تيبس عن البرائدل وعايزة أاخد منك كمان أعرف منك المحجبات أوكي بوسي أنا البرائدل البرائدل بيبقى دايما كل ست من وهي صغيرة عندها فكر أنا فستان فرح يعمل إزاي طبعا وليل قوي برسنتج قليلة قوي لما بتلاقي عروسة مش عارس دخلة ما لهاش أي بريفرنس ده بيبقى يجويلي أكتر في الصوري عن فستان الفرح فستان الفرح أهم من أنه هو يكون فيه تيبس لفستان الفرح أو موضة لأ فستان الفرح ده حاجة صور بتعيش في العمر في البيت فلازم يكون حاجة أنت مرتحالها حبها أول ما قلتها قلت الله ده أنا ده أهم فهو ده فستان الفرح بالنسبة لي ف بس أنا بشوف فستان الفرح بطرق مختلف عشان كده حتى هتلاقي على تمرازة أنا لأنه هي براند إحنا بنعمل فستان الفرح بس ده مش يعني مش هو ده التركيز لشكل تسويق البراند بس إحنا تخصصنا الأود كوتور والأود كوتور أهمهم فستان الفرح فهو متخصصنا بس أنا بحيب أعمل فستان فرح مختلفة أنا بازهق بسرعة وزهقت بالشكل اللي أنا بشوفه اللي هو الواحد اللي هو كله منور من فوق لتحت منفوش طوله مش عارفة مش قادرة مشي مش قادرة رقص مش قادرة من بصة يوم ليلتي أنا بقى هسألك سؤال قبل ما تكمل مين اللي عمل لك فستان فرح كأنتي أنا طبعا بجد؟ أو الله كنتي ساعتها ابتديتي يا فريق مش فاكرة أنت تجاوزتي ما بقى لك شوية حلوين أوي أنا كنت عاملة فستان فرحي وفستان فستان فستان المعزين كلها لا ده حقيقي لأ أنا كنت عاملة طبعا فستان فرحي كنت عاملة اتنين وقبلها عملت كذا واحد ما كنتش عارفة أنا عايزة إيه لأنه دايما الناس طبعا ما هي اللي بتقولي عايزة إيه فعملت واحد وهديته وبعدين لقيته مناسب جدا للفاشن ويك رح تمناس ما نزليه في أسبوع الموضة في نيويورك بعدها بسنة ونص عمل ضجة رهيبة نزل على كفرز لمجلات عالمية في أمريكا بس ما كانش أنا بس عملت بقى فستان فرحي طبعا وكنت كان باري ديفرن يعني كنت حتى كريستلز سفارافسكي بطريقة باري ديفرن تعطي التضخيص بتاعه نعمله ثلاث شهور يعني اديته لتيم من التيمس بتوعي وانسيته عطي اشتغل 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 وكل شهر هسأل عنه يعني برافو أنا ما جاشفت ماني ان انتي لأنا فاكرة ان هو كان من شوية حلوين لا 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 احنا دلوقتي دخلنا في 11 سنة صح الوقت عدى بسرعة قوي ايوة ايوة فريدة بجدب ومبسط لما بتكوني معايا في الستوديو انا كمان شكرا شكرا يا فريدة وامتعتينا وعرفتين ايه اللي بيحصل فترة الجاية وان شاء الله اشوفك تاني قريب شكرا 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 وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا واشوفكم الاسبوع الجاية في نفس المعيد باي باي